اقتصاد منطقة اليورو نمى بنسبة 13 نقطة في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2013 من نمو بواقع 10 نقطة في الربع السابق. هذا هو الربع الثالث من النمو منذ نهاية الركود الذي دام 18 شهرا. أفضل أرقام النمو في منطقة العملة الأوروبية الموحدة سجلتها كلهم من ألمانيا بواقع 0.4% ثم فرنسا ب13 نقطة تليهما إيطاليا ب10 نقطة المئوية. فرنسا التي نقحت أرقامها لتعود إلى الأداء الإيجابي حققت انتعاشا قويا في الاستهلاك فضلا عن زيادة الاستثمار في القطاعين العام والخاص مما يجعلها تهدف هذا العام إلى نمو بنسبة 19 نقطة. في روما يتوقع المحللون نموا ب15 نقطة أي نصف ما أعلنته حكومة لتا المستقيلة. أما المعطيات بالنسبة للحكومة المقبلة لا سيما نهضة الصناعة والزراعة فتشكل نقطة انطلاق جيدة على الرغم من انكماش الاقتصاد خلال العام الماضي بنسبة 91 مئوية. قاطرة أوروبا تظل ألمانيا التي تغذيها زيادة في الصادرات والاستثمارات. إذ على الرغم من الانخفاض في الاستهلاك في الربع الرابع إلى أن برلين ستسجل نموا بواقع 81 مئوية أي أربعة أضعاف في العام الماضي. نمو إسبانيا يشير إلى أن الطريق أمام منطقة العملة الأوروبية الموحدة لم يعد شقا بل وأفضل مما كان متوقعا. ولو أن الأمل يبقى في أن يؤتي النمو ثمارا ملموسا على مستوى سوق العمل.